دونيز مرحبا مرحبا ماجد نحن نقرأ هالمؤدمة المعبرة فعلا دايما المثل اللي بيحضر بهذا الوقت هل ما من رح نقول فول تيسير المكيول ولا شو بتقوله يعني اذا رأينا الرئيس المكلف في بعبدة بتكون انحلة الامور هذا ما تؤكده مصادر الرئيس المكلف لدى السؤال عن اجواء التأليف ومصيره حتى الان لا موعد مؤكد حتى الكلام عن يوم الاربعاء ليس مؤكدا الا اذا حصل تطور ايجابي في الساعات المقبلة المفارقة ان التطور الايجابي ليس نفسه عند رئيس الجمهورية وعند الرئيس المكلف ففي قصر بعبدة يتحدثون عن تطور يقتصر على حقبتين الاقتصاد والطاقة واذا تم التوافق على الاسمين المرشحين للوزارتين وضمن حصة من تبصر الحكومة النور في المقابل التطور الايجابي في قاموس الرئيس المكلف هو ان يقبل عون بحصة من 8 مزراء فقط اي من دون الثلس وهو بحسب المعلومات لا يزال ينتظر جواب الرئيس عون وقبل ذلك اي كلام عن ايجابيات يبقى في اطار التكهنات ليست المسألة مسألة حقيبة الاقتصاد وغيرها تقول مصادر مقاطي التي تصر على اهمية تشكيل فريق عمل متجانس ليتمكن الرئيس مقاطي من اختيار الاسماء المناسبة والكفوءة للمشاركة في اللجنة التي ستفاوض صندوق النقد الدولي وهنا تكشف المصادر ان الايجابية التي ظهرت في الساعات الماضية تقتصر على هذا الموضوع بمعنى تسليم رئيس الجمهورية بان رئيس الحكومة هو الذي سيؤلف الوفد المفاوض لكن مقاطي يردد ان المهم هو الفريق المتجانس وليس من يسمي من للتفاوض مع صندوق النقد الدولي ايضا المتحدثون عن قرب بموعد ولادة الحكومة يعتمدون على الاتصال الذي اجراه الرئيس الفرنسي بالرئيس الايراني والذي طلب فيه ماكرون بحسب المعلومات مساعدة رئيسي في ان تشكل حكومة لبنان قبل نهاية ايلول لتسبق استحقاقات دولية متوقعة في تشرين المقبل يمكن ان تؤثر في تأليف الحكومة وابرزها عودة مفاوضات فيينا واعادة تحريك ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل وعلم ان الرئيس الايراني كان متجاوبا وكشفت المعلومات ان الفرنسيين اتصلوا بميقاتي فور انتهاء الاتصال مع الرئيس الايراني وهو ما جعل بعض المحيطين بالرئيس ميقاتي يتحدثون عن ضغوط ستحصل لتسريع التأليف على عكس التفاؤل الفرنسي تشاؤم روسي بولادة الحكومة فقد كشفت مصادر مطلعة على الموقف الروسي ان لا حكومة وهناك معلومات لديهم ان رئيس الجمهورية يعمل على التحضير للبقاء في القصر الجمهوري بعد انتهاء ولايته والكلام فيك وليس موسكو عن تحضير حزب الله بمساعدة الرئيس عون لعقد مؤتمر تأسيسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر